وخلال اتصال الهاتفي في نشرة سابقة أكد سعدة السيد حسن إبراهيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس أن زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية تحمل العديد من الدلالات الهمة التي تؤكد مساعي المملكة للانفتاح على دول العالم المؤثرة ولتعزيز التعاون بين البلدين تأتي زيارة العاهل المعظم إلى الصين بعد الزيارة الأولى التي كانت في 2013 وهي فرصة لتعزيز التعاون وتوقيع المزيد من مذكرات التعاون بين البلدين زيارة جلالة الملك المعظم تحمل العديد من الدلالات المهمة والتي تؤكد مساعي مملكة البحرين إلى الانفتاح على دول العالم المؤثرة والقوى الاقتصادية الكبرى تمثل علاقات الاقتصادية جانبا مهما في التعاون والتبادل التجاري والتي يوجد العديد من الشركات البحرينية والصينية والتي تتخذ من كل البلدين مقرا لها وأبدأ جانبان استعدادهما لمواصلة توسيع التعاون المشترك بين البلدين وقد تم تأطير التعاون الثقافي بين البلدين بموجب اتفاق ثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية ترجمة نانسي قنقر